بسم الله الرحمن الرحيم أبنائي طالبة وطالبات الفرقة الثالثة شعبة الإدارة والمحاسبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعلكم تكونوا بخير ربنا نحميكم من كل شر ومن كل مقروه المحاضرة اليوم تتعلق بحساب القصد الثانوي الصافي لعقود التأمين على الحياة نقول في محاضرات سابقة أن القصد من حيث دورية الدفع بينقسم إلى قصد وحيد صافي وقصد دوري القصد الدوري إما أن يكون قصد سنوي أو قصد يدفع على دورات أقل من السنة كأن يكون قصد نصف سنوي أو قصد ربع سنوي أو قصد شهري وتعرضنا في المحاضرات السابقة إلى حساب القصد الوحيد الصافي لعقود التأمين المختلفة لعقود التأمين حال الحياة وعقود التأمين حال الوفاة وعقود التأمين المختلفة محاضرة اليوم تختص بحساب القصد السنوي الصافي لعقود التأمين على الحياة توجد علاقة مباشرة بين القصة الوحيد الصافي والقصة السنوة الصافي بمعنى أن القصة السنوة الصافي لأي عقد من عقود تأمنات الحياة يمكن الحصول عليه أو يمكن إيجاده من المعدة الآتية القصة الوحيد الصافي هيساوي القيمة الحالية للأقصات السنوية طب القيمة الحالية للأقصات السنوية عبارة عن إيه؟ عبارة عن القسط السنوي في القيمة الحالية لدفعة حياة فورية لدفعة حياة فورية ليه فورية؟ لأن القسط بيتفع أول كل فترة أو أول كل سنة مبلغ جنيه واحد ومدتها هي مدة سداد الأقصات أو حتى الوفاء أيهما يقع أولا مدتها مدة سداد الأقصات وإحنا دي هنتكلم في ريال بالتفصيل يعني ممكن تكون مدة سداد الأقصات هي مدة العقد بالكامل أو تكون مدة أقل من مدة العقد إذا كانت مدة سداد الأقصات هي مدة سداد العقد بالكامل بسميه قسط سنوي عادي طب إذا كانت مدة سداد الأقصات أقل من مدة العقد بسميه قسط سنوي محدود يبقى القسط السنوي هينقسم إلى قسط سنوي عادي يسدد طوال مدة العقد أو قسط سنوي محدود يدفع أو يسدد أو يؤدى لمدة أقل من مدة العقد طيب من المعدة دي بقى لما أقول القصة الوحيدة الصافية بيساوي القصة السنوية في القيمة الحالية لدفعة حياة فورية يبقى القصة السنوية هيساوي هيساوي القصة الوحيد على القيمة الحالية لدفعة حياة فورية يعني هيساوي القصة الوحيدة الصافية على القصة الوحيدة الصافية لدفعة حياة فورية دفعة حياة فورية تسدد حسب النص في العقد يعني مثلا ممكن اقولك ان دفعة الحياة هتسدد طوال مدة التعاقد يبقى دي قصة سنوى عادة او تسدد لمدة اقل من مدة العقد هيبقى قصة سنوى محدود يبقى بناءا عن هذه المعادلة يمكن ايجاد الاقصاد السنوية لعقود الحياة كالتالي اولا حساب القصة السنوى الصافر للعقود التي تقدم مبالغها في حالة الحياة اللي هي عقود حال الحياة اللي احنا قلنا عليها اللي هو عقد تأمين الوقفية البحثة وعقد تأمين الدفعات طيب القصة السنوى بقى العادي الذي يؤدى طوال مدة العقد لعقد الوقفية البحثة عقد الوقفية البحثة زي ما قلنا في المحاضرة السابقة بينوص على ايه إن إذا ظل شخص على قيد الحياة حتى نهاية مدة محددة شركة التأمين بتدفع مبلغ التأمين للمؤمن عليه طيب القصة السنوي العادي للوسيقة أو العقد الوقفية البعتة برمز له بالرمز طه سين واحد على نون كان القصة الوحيد الصافي كان بيساوي ألف سين واحد على نون هنا القصة السنوي برمز له بالرمز طه يبقى طه سين واحد على نون ده القصة السنوي الصافي العقد الوقفية البعتة لشخص عمره أو سين وسين ومبلغه واحد جنيه ومدة العقد نون من السنوات يبقى القصة الوحيد الصافية هيصور قيمة الحالية للأقصات السنوية الصافية احنا ده هنستنتج بالتفصيل وبعد كده هنقول المعادلات وممكن انت تستنتج كل المعادلات الخاصة بعقود التأمين على الحياة ايا كانت سواء حال حياة او حال وفاء او مختلطة بنفس الطريقة دي يبقى القصة الوحيد اللي هو الف سين واحد على نون هيساوي القيمة الحالية للأقصات السنوية القيمة الحالية للأقصات السنوية تقعوا ايه هتساوي القصة السنوي في القيمة الحالية للدفعة يبقى القصة السنوية طه سين واحد على نون فيه مدام دفع فورية اقول ده النقطتين. سين. ادى سن الشخص. ومدة السداد الاقصاد هنا. الدفعة هتبقى مدة نون. لان قسط سنوي عادي. كلمة عادي يعني يؤدى طول مدة التعاقد اللي هي النون. طيب. ايه المطلوب بقى? المطلوب ان انا جيب تهسين واحد على نون. يبقى تهسين واحد على نون هيساوي. الف سين واحد على نون اللي هو القسط الوحيد على القسط الوحيد لدفعة حياة فورية مبلغها واحد جنيه ومدة نون من السنوات. طيب عوض بقى القسط الوحيد الصافي زي ما قلنا في المحاضرة السابقة ده سين زي ادنون على ده السين. على. طيب. القسط الوحيد الصافي لدفعة عياة فورية مبلغها واحد جنيه. هيساوي نون سين. مقص نون سين زي ادنون على ده السين. وانا قلت لك القاعدة اللي فاتت قبل كده ان القسط الوحيد الصافي. في بس وفي مقام. المقام دائما دال سين. لو كان وقفية بحثة يبقى دال على دال ازا كان آآ دفعات هيبقى اما نون واحدة في دفعات مدى الحياة او نون ناقص نون في الدفعات المؤقتة. طيب يبقى عندنا دال سين زي ادنون على دال سين على نون سين ناقص نون سين زي ادنون على دال سين. طبعا انت بتقول على هنا كاسر هنا. في بس وفي مقام. هنحولها لعملية ضرب. يبقى خلي البس مقام والمقام بس. يبقى يساوي دال سين زي ادنون على دال سين في اشائل البقى. دال سين على نون سين ناقص نون سين زائد نون. الدال سين هتروح مع الدال سين. يبقى يساوي دال سين زي ادنون على نون سين ناقص نون سين زائد نون. يبقى القسط السنة والعاد العاد اللي وقفية البحتة دال سين زائد نون على نون سين ناقص نون سين زائد نون هنستنتج القعدة بقى القعدة اللي انت هتستنتجة ايه? يبقى القسط الوحيد الصافي العاد الوقفية الب Oxford او لاي عقد من عقود تأمنات الحياة هيسوي بص القسط الوحيد الصافي للعقد. طب البص القسط الوحيد الصافي للعقد اللي هو ايه? دا السين زائد نون على دا سين. اخذ البسط. على بسط القصة الوحيد الصافي اللي دفت حياة فورية مبلغها جنيه واحد. ومدتها هي مدة سداد الاقصاط اللي هي مدة العقب. طب القصة الوحيد الصافي لدفت الحياة فورية. كان نون سين نقص نون سين زائد نون على دال سين. يبقى اخذ البسط ده على البسط ده. والدال هتروح مع الدال. يبقى انا هقول دال سين زائد واحد دال سين زائد نون على نون سين نقص نون سين زائد نون ودي القعدة اللي انت هتتبعها في القسط السنوي العهدي لعقد الوقفية البحثة او لأي عقد من عقود التأمين على الحياة يبقى ساول بص الوحيد الصافي للعقد المطلوب يجاد القسط السنوي ليه على بص القسط الوحيد الصافي لدفعة حياة فورية بتؤدى حسب شروط العقد اما تؤدى طول مدة العقد او لمدة اقل من مدة العقد طيب الحاجة التانية بقى المطلوب التاني هجيب القسط السنوي المحدود كلمة سنوي المحدود يعني لا يؤدى او لا يسدد او لا يدفع طوال مدة العقد وانما لمدة اقل من مدة ايه العقد انا كنت بقول القسط السنوي العادي لو تهصن واحد على نون انا قلت هنا واو حيث واو اقل من ايه اقل من نون يعني هنا الواو دي عبارة عن المدة التي يؤدى فيها القسط السنوي اللي هي مدة اقل من مدة العقد طيب هيسوي ايه ده السنزة ادنون لاحظ بقى ان البسط هو التزام الشركة مش هيتغير انما تحت ما انت بتقوله القسط الوحيد الصافي على دفعة الحياة الدفعة الفورية فكلمة ده السنزة ادنون هنا ده التزام الشركة على نون سن نقص نون سنزة ادنون ده التزام من المؤمن له كان على نون سنزة ادنون سن نقص نون سنزة ادنون النون هنا لان القسط كان بيؤدى طوال مدة العقد اللي هي نون أو نون السين قسط السنة هو المحدود وقسط السنةристين بالنون سن هتلاحظ أنه يحيط على سلام لو أسمت على دالسين سيدي الكثة الوحيدة الصافية والدالسين سيدي الكثة الوحيدة الصافية للدفعة. طيب. اي ان القسط السنوي المحدود لعقد الوافية البحثة هيساوي ده لسين زائد نون. على نون سين نقص نون سين زائد واو. وبرضو هيساوي القاعدة العامة اللي هي باص القسط الوحيد الصافي للعقد. على باص القسط الوحيد الصافي لدفعة حياة فورية. مبلغها جنيه واحد. وتسدد حسب شروط العقد هنا. شروط العقد بتقول ايه? واقولك ان ده قسط سنوي محدود وليس عادي. يعني هشدد دمدة واو. حيث واو اقل من نون. خد مسألة والتطبيق هيبقى تطبيق مباشر خالص. مسألة هتبين لك الكلام ده. اشترى شخص عمره تلاتين. يبقى هنا سين بتساوي تلاتين. سن الشخص عندها التعاف. آآ عقد تأمين من احدى شركات التأمين تلتزم بمقتضاه الشركة بدفع عشر تلاف جنيه. يبقى ده مبلغ التأمين. في حالة بلوغه تمام السن ستين. يبقى الشركة هتدفع في حالة في حالة ازا ظل على قيد الحياة ستين. يبقى ده عقد وقفية ايه? عقد وقفية بحتة. يبقى شخص سنه تلاتين. وازا عاش للسن تلاتين يبقى مدة العقد هنا تلاتين هتدفع الشركة مبلغ التأمين ده. فما هو القسط السنة والصاف المتساوي الذي يؤديه المتعاقد في اول كل سنة طالما ظل على قيد الحياة وزالك. ولمدة العقد يبقى عاوزين قسط السنوي العادي. ولمدة عشرين سنة. طب مدة العقد ثلاتين. والمدة عشرين هيبقى القسط السنوي المحدود. طيب. يبقى انت هتطبق المعادلة الاولانية والمعادلة التانية بتاع القسط السنوي العادي والقسط السنوي الصافي المحدود. هنقول القسط السنوي الصافي العادي الذي يسدد طوال مدة التعاقد. هنقول المعدلة بتاعته اللي هي عشر تلاف في دال ستين. دال ستين اللي هي دال سين زائد نون. سين تلاتين زائد نون بكام? تلاتين يبقى ستين. على نون تلاتين ناقص نون ستين. هتلاحظ هنا باقي ايه? ان دال سين زائد نون تلاتين زائد تلاتين ستين. هنا نون تلاتين ناقص نون ستين. يبقى المدة هنا تلاتين. يبقى مدة العقل هي مدة سداد الاقصاء. يبقى ده القسط الساني وعادي. خلاص? هنكشف في جدول الرموز الحسابية عن الرموز الاجتوارية ددال الستين هتكشف الجدول هنا اه امام السن الستين وتحت الدال هيديك ده والنون والنون هيديك الكلام ده. يبقى انت بتضرب ضرب مباشر وتعود مباشر عادي. يبقى القسط السنوي العادي مية خمسة وعشرين جنيه وطلعتاشر من مية جنيه. يبقى ازا بموجب العادي ده الشركة هتكشف عشر تلاف جنيه مقابل قسط سنوي مية خمسة وعشرين وطلعتاشر من مية جنيه. القسط السنوي المحدود بقى اللي بيقدل مدة عشرين. انت عندك المعادلة هنا كانت دال ستين على نون تلاتين ناقص نون ستين. احنا قلنا فوق ده التزام الشركة مش هيتغير. يا هيتبقى دال ستين. ايه اللي هيتغير بقى? اللي هي مدة سداد الاقصاد. بدل من انت كنت بتسدد من تلاتين الى ستين يعني بتسدد طوال مدة العقل. لا هتسدد من تلاتين لخمسين عشان هنا مدة السداد هتبقى عشرين سنة وليس تلاتين سنة. يبقى القسط السنوي المحدود هيساوي عشر تلافي اللي هو مبلغ التأمين في القسط السنوي الصافي لمبلغ واحد جنيه. ده المبلغ واحد جنيه لما تضرى في المبلغ كله يديك القسط السنوي الصافي للوثيقة او للعقل كله. يبقى هنا عشر تلاف جنيه في دال ستين اهيك بنكشف عنها في جدول الرموز الحسابية وعلى نون تلاتين ناقص نون ستين هيديك القيمة دي مباشرة وهنعوض يبقى القسط السنوي الصافي المحدود هيبقى سبعمية وستة وتمانية وتمانين من مية. لاحظ ان القسط السنوي الكناء العادي اللي كان بتفعطه المدة التعاقد مية خمسة وعشرين وهنا هيبقى سبعمية لانك انت بتسدد لمدة اقل فلكل ما كانت المدة اقل كل ما كان القسط افضل. طيب. ده يبقى ده القسط السنوي سواء العادي او المحدود لقسط الوقفية البحثة. احنا بنتكلم في عقودة تأمين حالي الحياة الوقتي. الحاجة التانية اللي هي دفعات الحياة بقى حساب القسط السنوي الصافي لعقود دفعات الحياة المؤجلة فقط. ليه الدفعات المؤجلة فقط? احنا عندنا الدفعات العاجلة اللي هي تدفع مبالغها بمجرد التعاقد على طول. يبقى الشخص يعني دفعات معاش او دفعات حياة اللي هي العاجلة الشخص هي تعاقد وياخد الدفعة مباشرة واللي هنا هيسدد القسط الوحيد الصافي وياخد الدفعة مباشرة. انما هنا لو هو يسدد على قسط السنوي ليس من المنطقي ان انت تدفع قسط السنوي وفي نفس الوقت تاخد مبلغ الدفعة ما ينفع فيه. يبقى انت بتقول بقى في دفعات المؤجلة المبلغ الدفعة يؤخذ مش بداية من التعاقد ولكن بعد فترة من التعاقد. يبقى فترة التأجيل دي ما سمها فترة التكوين. فترة التكوين تكوين الاموال. يبقى انت بتدفع فهل اقصاد في فترة التأجيل ديت وبعد كده بعد ما تنتهي من فترة التأجيل والفقاء السادات الاقصاد السنوية تبدأ الشركة تلتزم وتدفع المبالغ المتفق عليها. طيب يبقى القسط السنوي الصافي لهقد الدفعات. مدى الحياة? احنا قلنا مدى الحياة الفورية ومدى الحياة العادية. الفورية المؤجلة والعادية المؤجلة. طيب خلاص الفورية ديت هتبقى قسط السنوي عاد وقسط السنوي محدود. الديوجرام الشكل اللي قدامك ده انا رسمتلك هنا. سين السن عنده التعاقد. طيب هنا العقد فوري. دفعات عياة فورية. دفعات عياة فورية يعني فورية. بس لو قلت فورية بس يبقى المبلغ يندفع ابتداء من سين. بس مؤجلة? لا ده انا بقول بقى سين. وهو هيأجل ميم. يبقى الدفعة الاولى تتاخد عند سين زائد ميم. طيب هتتاخد عند سين زائد ميم. وسين زائد ميم زائد واحد وسين زائد ميم زائد اتنين لغير فين? طول ما هو عايش. لانها مدى الايه? مدى الحياة. وهتلاحظ هنا انه فوق التزام الشركة. تحت هنا التزام المؤمن له. هيسدد قصة هو لان الاقصاد فورية. يبقى هو لو سنه عشرين يبدأ من السن عشرين والسن واحد وعشرين اتنين وعشرين وهكذا لغاية المدة اللي هي مدة التأجيل المطافق عليها سواء كتخمسة او عشر او عشرين واحد وكذا. يبقى فوق التزام الشركة وتحت هنا هتلاحظ التزام المؤمن له بسداد الاقصاد. طيب ازا كانت مدة التأجيل هنا ازا كانت قصة لمدة التأجيل اللي هي ميم? هنا يبقى يدفع عند سين سين زائد واحد سين زائد اتنين سين تلاتة لغاية سين زائد ميم لغاية سين زائد ميم طيب يبقى هنا هنقول بقى الكسط السنوي الكسط السنوي الكسط السنوي الصافي لدفعة الحياة المؤجلة هي مؤجلة مئة من السنوات لشخص عمره سين هتساوي ايه نون سين زائد ميم نون سين زائد ميم لان هنا الشخص عمره سين والتأجيل ميم يبقى الشركة تبدأ يبدأ التزامها عند السن سين زائد إلي هو السين عند التعاقد زائد ميم اللي هي مدة التأجيل اللي هي يبدأ بعد سين زائد ميم يبدأ التزام الشركة يعني ايه نون سين زائد ميم طب هي بدأ التزام الشركة وهي انتهي ما عرفش لان هو طلم على قدر الحياة لان ديفعة مدى الحياة في دفعة مدى الحياة او عقود مدى الحياة هيبقى فيه رمز واحد فقط لانك انت عارف البداية بس مش عارف النهاية لانه هو هيبدأ ياخد مبلغ التأمين طالما طالما ظل على قيد الحياة طيب انت هيظل على قيد الحياة الغيات الغيات انت متعرف يبقى انت عندك البداية ومش عارف النهاية بقى ننسين زائد مين نيجي بقى الالتزام المؤمن له بسداد الاقصاد هتبقى دفعة دفعة ايه دفعة فورية دفعة فورية لمدة مين اهو مدة التأجيل مين يبقى نون سين ماقص نون سين زائد مين يبقى انت بدأت من السين لغاية سين زائد مين يبقى انت دفعت طوال مدة التأجيل اللي هي مين طيب اذا كان التقسيط لمدة اقل من مدة التقسيط اللي هي الواو بقى مدة التأجيل واو حيش واو اقل من مين يبقى انت هنا بدل في الرسمة بدل ما تقول هنا ميم هقول ايه? هقول واو. يبقى انت هتقول ايه بقى? طيب انت قلت وهنا لان الالتزام الشركة هنا الالتزام الشركة مش هتغير. ده اللي هيتغير ايه? اللي هيتغير اللي هو التزام المؤمن له بسداد الاقصاد. طبعا انا بدي له يعني بقول له طبع حتى حسب المقدرة المالية بتاعتك. يعني واحد يقول لك انا اسدد طوال ميم. ممكن ميم دي عشرين سنة. واحد تاني يقول لك انا يقول لك عشرين سنة كتير قوي. انا عايز اسدد طوال عشر سنوات. واحد تاني عنده مقدرة مالية اكتر. يقول لك انا اسدد طوال خمس سنوات. بس كل ما قالت المدة كل ما طابع القصد بيزيد. وبناء عليه ديت بتتوقف على المقدرة المالية للشخص. انما نونسين زائد ميم ده التزام الشركة مش هتغير. هنا. لان العقد هنا هيبقى في ميم. ميم. خلاص مؤجل ميم. وهنا هيسدد لمدة واو. هيسواو اقل من ميم. يبقى على نونسين نقص نونسين زائد واو. طيب القصة الثانية وصف لحقود الدفعات بقى يبقى احنا قولنا دفعات مدى الحياة. اللي هي الفورية. اللي هي سواء فورية اه اه مؤجلة. اللي هي الفورية المؤجلة. اه اللي هو القصة السنوي العادي والقصة السنوي المحدود. هنيجي بقى للدفعات المؤقتة المؤجلة. الدفعات المؤقتة المؤجلة هتكون بقى اي. اما فورية او عادية. نيجي هنا بقى بصوا شوف الرسم ده. مدامك هنا دفعات مؤقتة. يبقى هتبقى مؤقتة هتبقى طوال مدة معينة. اللي هي طوال نون مسلا. طيب. لو مش مؤجلة يبقى تبدأ من السين. لو مؤجلة تبدأ من سين زائد مين. يبقى انا بقول له سين السنة عند التعاقد. هاجلها مين. يبقى ابتداء التزام الشركة يبدأ من السين سين زائد مين. طب مدة العقدة بقى هتلتزم له مدة نون. يبقى سين زائد مين سائد نون. يبقى انا لما اجيب العقد ده يبقى فوق التزام الشركة وتحت هنا التزام المؤمن له. لاحظ الشجر ده تخيله عشان هتساهل عليك قوي عملية السنتاج القصد. يبقى انت هتقول القصد السنة والعادي اللي بيؤد طوال مدة التأجيل اللي هي مدة مين ديك هيساوي ايه? هيساوي نون ماقص نون. اللي هي نون سين زائد مين ماقص نون سين زائد مين زائد نون. على ايه بقى? على دفعة فورية اللي هي بتاعت سداد الاقصاد. من سين الى سين زائد مين. لان طوال مدة العقد لانه قصد السنوي عادي. كلمة عادي يعني يؤدى طوال مدة التأجيل. طب مدة التأجيل بقى بتبدأ منين? تبدأ من سين. وتنتقى عند ايه سين زائد مين? يبقى على نون سين نقص نون سين زائد مين. طب ازا كان بقى هنا مش قصد السنوي عادة هيبقى قصد السنوي محدود. قصد السنوي محدود يبقى اللي هيتغير اللي تحت. مدمة محدود بدل الميم هتبقى واو. حيس واو اقل من ميم يبقى القصة السنوي اللي هو المحدود بقى اللي هو 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 هيساوي نون سين زائد ميم مقص نون سين زائد ميم زائد نون. التزام الشركة مش هتغير. اللي هيتغير التزام المؤمن له اللي هو بدفع الاقصاط يبقى نون سين مقص نون سين زائد واو. طيب. اربعة القصة السنة وصف العقود الدفاعات المؤقتة المؤجلة العادية. كلمة المؤقتة المؤجلة العادية انا قلت لك ايه الفرق بين الفور والعادي? الفور بيدفع عند السن سن زائد مين. طب العادي يدفع عند السن سن زائد مين زائد واحد. لو زودت نون يبقى سن زائد مين زائد نون زائد واحد. هتلاحظة من القصة اللي فات اللي هو المؤجلة الفورية ما كانش فيه واحد. يعني بمجرد انتقى فترة التأجيل مباشرة يبدأ ياخد كانت نون سين زائد ميم وبعدين زودنا نون يبقى نون سين زائد ميم زائد نون هنا الدفعة العادية هتتفع بقى مش عندي سين زائد ميم سين زائد ميم زائد واحد هتفع في اخر السنة يبقى هنا نون سين زائد ميم زائد واحد نقص نون سين زائد ميم زائد واحد زائد نون زائد واحد على نون سين نقص نون سين زائد ميم ديت اذا كانت الدفعة عادية طب اذا كانت فورية ايه اللي تغير في القصة دي كلها. اللي تغير في القصة دي كلها بدل الميم احط ايه? احط واو. ويبقى البسط هو البسط. والمقام هو اللي هيتغير بدل نون سين نقص نون سين زائد ميم هتبقى نون سين نقص نون سين زائد زائد واو. طيب هندي بقى مسال على الكلام اللي فات ده. اه تعاقد شخص عمره اربعين سنة يبقى ده السن عند التعاقد يبقى ده السن اربعين سين بتسوي اربعين. ما احدى شركات تأمين على ان تؤدي له مبلغ الف جنيه. سنويا. سنويا يبقى دي انيوتي. دفعة. دفعة مش مبلغ. مش مبلغ يؤدى مرة واحدة. ده دية مبلغ يؤدى حالة فترات سنوية ولمدى الحياة. تبدأ بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ التعاقد. على ان يقوم الشخص المتعاقد خلال هزيه المدة بسداد الايه? بسداد اقصاط التأمين. يحسب القصة السنوي الصافي العادي. ويه القصة السنوى المحدودة السادات بخمس سنوات. خب القصة السنوى العادي هي سوى مبلغ التأمين. اللي هو مبلغ الدفعة اللي هو الالف. طيب. احنا عندنا بقى دي دفعة ايه? القصة السنوى العادي لدفعة مدى الحياة. هتبقى نون كام? نون خمسين. لان التزام الشركة ده اربعين. والشركة هيبدأ التزامها بعد كام? بعد عشر سنوات. يبقى هيبدأ التدائم من السن كام? خمسين. طب لغيت امتى? معرفة. يبقى نون خام? نون خمسين. ادى التزام الشركة. طب لما تيجي القصة السنوى العادي بقى? العادي هنا مدة التأجيل كام? عشر سنوات. يبقى بيبدأ من كام? من اربعين الى خمسين. يبقى نون اربعين نقص نون خمسين. ونكشف عند الرموز الاجتوارية ديت. فيه جدوى الرموز الحسابية اللي موجود عندك فيه الكتاب. هيديك القصة السنوى العادي اللي هو هيساوي كام? اللي هو الف واحد واربعين وتسعتاشر من مية. خلاص? ده هيدفع القصة ده سنويا عشان ياخد بعد كده مبلغ الف جنيه طالما هو على قيد الحياة او طالما هو عايش. طيب القصة السنوي ده العادي. طب القصة السنوي المحدود. اهدا القصة السنوي العادي اللي هو المبلغ الدفعة في نون خمسين على نون اربعين لقص نون خمسين. ايه اللي هيتغير فديك? تخليك زاكي بقى. يبقى اللي هيتغير فديك مش مش التزام الشركة اللي فوق. لا التزامة الشركة مش هيتغير. لان الشركة حتبدأ تدفع متعدون عن السن خمسين وطالما هو على قيد الحياة. انما اللي هيتغير ايه? بدل ما كان بيدفع لمدة عشر سنوات يعني من اربعين الى خمسين هيدفع خلال خمس سنوات يبقى من اربعين الى خمسة واربعين يبقى القصة السنة والمحدود هيساوي الف في نون خمسين على نون اربعين ناقص نون خمسة واربعين وده اللي انت هتشوفه هنا يبقى نون خمسين على نون اربعين ناقص نون خمسين ده هيدك هنا مدومتي ما ضربتش في مبلغ التأمين يبقى مبلغ التأمين واحد جنيه يبقى القسط السنوي المحدود هنا هيساوي ايه مبلغ التأمين اللي هو الالف في القسط السنوي المحدود لمبلغ واحد جنيه هيدينا الفة ومنمية واربعين وانت هتلاحظ ان القسط ده اكبر من القسط الايه اللي فات قبل كده لان ده يطفع لمدة اقل من مدة الايه من مدة التأجيل وبكده نكون انتهينا من ايجاد القسط السنوي سواء كان عادي او محدود لعقود التأمين حال الحياة في المحاضرة القادمة ان شاء الله اللي هي المحاضرة الاخيرة والمحاضرة المتبقية هنجيب القسط السنوي سواء كان محدود او كان قسط عادي لعقود التأمين حال الوفاء اللي هي عقد التأمين لمدى الحياة وعقد التأمين المؤقت وهنجيب القصد السنوي المحدود والعادي لعقد التأمين المختلطة اللي هي المختلطة طبعاً وعقد التأمين المختلط اللي هو في جزء حال حياة وجزء حال وفاة وبكده نكون انتهينا من محاضرة اليوم ويعني تذاكر في الكتاب يمكننا انا جبت لك مسالين في الكتاب واذا كان فيه مسالين تانيين حاولت انت تبصوا فيهم هتلاقيهم بنفس الطريقة اللي احنا حلينا بعدية وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والى ان نلتقل في محاضرة قادمة تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته